يسود قلق نشارع الفرنسي قبل أيام من بدء العام الدراسي في الأول من أيلول المقبل ويخشى الفرنسيون تعرض أبنائهم للهجمات الإرهابية التي لطالما شهدتها مدن فرنسية عدة كان عكاس مباشر لسياسات حكومتهم الداعمة للإرهاب في سوريا والمنطقة وفي محاولة للتخفيف من مخاوف الفرنسيين قال وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف إنه سيتم نشر أكثر من ثلاثة آلاف من قوات الاحتياط في الدراك الوطني لتأمين عودة الطلاب إلى أربعة وستين ألف مدرسة وستراقب دوريات متنقلة محيط المدارس والإعداديات والثانويات والجامعات لمحاربة أي نشاط إرهابي محتمل وتدل هذه الإجراءات على حالة إرباك لدى الحكومة التي جاهر العديد من مسؤوليها بدعم الإرهاب خارج فرنسا لدرجة وصف الإرهابيين بالثوار والجهاديين قبل أن تتعرض عدد من المدن الفرنسية لعمليات إرهابية تبناها تنظيم داعش وتواجه الحكومة صعوبة طمأنة الأولياء والطلبة والمدرسين بالتوجه إلى المدارس الأسبوع المقبل لأن فرنسا تعيش منذ عام ونصف العام تحت تهديد إرهابي بمستوى غير مسبوك في ظل سياسات فاشلة لحكومة فرنسوا أولاند الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر